طبعاً كان هناك حفل افتتاح مبهر للغاية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللافت للنظر هو أثناء دخول البعثة المغربية في حفل الافتتاح قامت الجماهير الجزائرية بتوجيه التحية قوية للغاية للعبية الدولة المغربية ما يعكس عمق العلاقات بين الشعبين لكن اللافت للنظر هو قرار السلطات الأمنية في الجزائر بمنع دخول الصحفيين المغاربة لتغطية هذه الدورة وهو ما جعل هناك حالة من الجدل على السوشيال ميديا وحديث كبيرة حتى في الإعلام العالمي طبعاً كان لافت للنظر حضور الأمير تميم أمير دولة قطر في حفل الافتتاح بجانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحضور أيضاً جمال بالماضي المدير الفني للمنتقب الوطني الجزائري وغياب رياض محرز عن هذه الفاعلية ونتمنى قطعاً للدولة الجزائرية دوام الأمن والاستقرار وأن تحقق النجاحات وأن تنتهي الخلافات مع شقيقتها المغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة